السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته اللهم صلي وسلم على سيدنا محمد صلوات الله عليه اليوم رايح نتطرق إلى موضوع كيفاش نعوذ أولادنا على كيفاش يرقدوا بكري كيفاش يوجدوا الأدوات كيفاش ينظموا يعني أوقاتهم هذا هو الهدف نتاعي اليوم من الفيديو خاصة كين بعض الأمهات ما عندهمش تجربة لما يدخلوا أولادهم يقرأوا يكون أولادهم ممكن لأول مرة يدخلوا المدرسة يرقوا هناك صعوبات خاصة صعوبات يعني يتلقاوها كم الأمهات مع أولادهم على لأن دراري يكونوا واحد تقريب شهرين وهما في عطلة مايرقدوش بكري السياعة السباحي سبحو رقدين حتى قريب المنتصف في النهار الأوقات تحهمتها الماكلة ما تكونش في وقتها طبعاً الخروج إلى البحر والصفر وكامل فهذا الدخول المدرسي يجي شوية صعيبة على الولدين أنا وش حبيت نقول وش حبيت نقول الأمهات أولاً الصبر الصبر مع أولادكم تانياً نعود أولادنا نقولونهم باللي خلاص الصيف خلاص لعبنا ضحكنا صهارنا دوك جاء وقت الجد دوك جاء الوقت اللي تاع القراية وقت الدراسة وقت العامل أولاً كيفاش نبدأ مع الأطفال خاصة تاع السنة الأولى السنة الأولى كي يدخلوا عندهم وقت داع القيلولة يعني كين دراري يصدقوني اللي يقرأوا مور الظهر أنهم يحبوا يرقدوا أولاً تكون الأم تساعد والأستاذة المدرسة تساعد يعني يكون عامل متكامل مع بعض الأم كيفاش تساعد كيفاش تساعد أولاً تنظم وقت وليدها ولا بنتها مثلاً يتعشى بكري يتعشى على سبعة سبعة ونص يرقد على ثمانية ثمانية وربع ما يزيج وقبل ما يرقد تعلم له إماه باللي يشوف المحفظة تاعه باللي يوجد الأدوات تاعه يراقب إذا كان سيالة القالم الممحات يشوف كامل خاصة لما الشيخ قالو تعطي لهم كاششك ده فرد بيتي يقدر يدير هو هذا الفرد ويخلي الأدوات التاعه ملمومش والصباح لما ينود ما تقدر ما تقدر شي ما تنوده لأن ما زال راح كاسول ما زال ما ولفش هدك المنواض تاع الصباح فلازم لقوم هنا وش تدير قلت لكم نتعش على السبعة السبعة ونص بالكثير ثمانية وربع يكون في فراشو وقبل ما يكون في فراشو توري له كيف شي الملأدوات تاعه كيف شي وجد المئزار تاعه حشكم الحذاء التاعه تقاشروا يحبهم من داخل الحذاء دياله والصباح لما هو يرقد بكري أكيد الصباح راح رايح ينود يعني ينود ناشط ينود الصباح الأم هنا ما عندهاش كامل يعني خدمة بزاف الخدمة اللي عندها إنها توجد القهوة قبل ما ينود ولادها توجد لهم مش حبة توجد لهم حتى لساندويتش توجد لهم ينود الطفل كل واجد عنده وينود يعني مشين وتتعبان وينود ما يقعد يحوس مراه المقلامة وراه لا ينود ويروح للمدرسة هذا اللي يقرأ صباح إذا يقرأ صباح واشية عادي يجي للدار على 12 يفطر كامل الأم تنشط هكذا بشوية مشروبات يعني بعصائر لكن تكون مشيت لنشري هذيك الجيولة كونديا هذيك مليحة تعل الحتر الشوكولة هذيك مليحة مدهالو كذلك عصير تعل الفواكه إذا موجودة وفي المدرسة يروح للمدرسة يروح ناشط ويروح خفيف يروح لابس عليه وهنا بعد يجي دور الأستاذة دور المدرسة هي لما يعني تكون هي ناشطة صدقوني أن التلاميذ يكون ناشطين يكون ناشطين ونتمنى هذا من كل الأساتذة والمدرسين تعنا مش يقصدي ناشطين في الدروس يعني يقرروا كامل لا ناشطين معاهم يعني كين حركة لما الأستاذة تكون تخدم معاهم وتنود هذا وتنود هذا ما تخليش خمول في المدرسة بالنسبة للبنت البنت في الليل أنا من رأيي وحسب تجربتي الأم لم يكن كما كانوا كما ربونا والدين نحن زمان هذيك تعبشت وجديلها كامل هذيك يعني ما نتناقشوش عليها خلاص يعني هدرنا عليها وانتهى الموضوع البنت يقول لك مك كما الولدين كما ربونا أمهاتنا وش نقصد القردون صدقوني هذه يعني عن تجربة إذا كان بنتك شعرها طويل حتى أو لما شعرها بزعف ندير لها قردون مشطلها شعرها وندير لها القردون صباح لما تنود صدقوني حتى أو لما مشطلها تنحيلها غدك القردون يجي ممشوط الله الله شوية تيك تاك من القدام شوشو من لورش باب أنكوتيفال يجي هاي لروحة يعني هذا من تسهيلات وتعلموا للطفلة أنها لما تجي من المدرسة تعلق المئزار تحها ما ترمش أدوات ديالها تدير القرية تحها وتعود تلمهم والحاجة كذلك تانية اللي حبيت نقولها هي مشاهدة التلفاز لما ولدك تخليه يصهر في التلفزيون صدقيني باللي يصبح يعني يصبح قعم دقدق يصبح ولدك يعني كامل عيان وتعبان ولا القاد عامل كبير للطفل النوم عامل كبير للطفل استرخاء حتى يعني مع كوب نعناع احنا يامل مدوش لولادنا ما تعوضناش هكذا صدقوني كاس حليب وشوي يعصل حر قبل النوم رائع عنده يعني واحد الطاقة يمدها للطفل وش نقولكم روحة كذلك وش حبيتنا نحضر كذلك للأمهات يعني ما تكونوش عنفيات مع أولادكم خاصة في الأسبوع اللول تاعد الدراسة وهم كذلك كانوا يعني في عطلة فخلوهم تدريجيا بالمساعدة تعكم تدريجيا يعني كل يوم كل يوم شوية نهار تصيبي مع صعوبة نهار تصيبي مع صعوبة نهار تصيبي مع صعوبة نهار تصيبي مع صعوبة تتنقص تغديم مدك نهار تلتي تبدي تدير نتيجة نهار ربع يام خلاص ربحتي والخمس يام كذلك ربحتي ويولي يمشي وليدك على النمط ديالك وكذلك الأكلات في الليل هذا كذلك يلعب دور كبير كبير عائلات الجزائريات يعني معروفين نهار تدير البركوكس ندير الطعم في الليل ندير المحاجب ندير البغريت يعني هي فعلا يعني الحياة غالية لكن قدروا بأبسط الأشياء نوجد وجبل أولادنا خفيفة ويرقدوا يعني رقاد هادئ كامل أنا بلكم ليسوب لأشياء صدقوني ما كشك ما ليسوب لأشياء وفاكيها ويرقدوا ليدك نتمنى يعني نتمنى وش نتمنى نتمنى أني أفدكم وإن شاء الله ما زال فيديوهات أخرى نتحدوا فيها عن الأطفال نتحدوا فيها على الأسباب لتخلي الطفل يكره المدرسة نتحدوا فيها على الأسباب العنف في المدرسة كين هناك برنامج نديراتو إن شاء الله يا رب نوفق فيه بالتوفيق لأبنائنا بالتوفيق لكل الأمهات ونقولكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكراً للمشاهدة شكراً للمشاهدة